مادة الحليب التي طالما شكلت ذبذباً ونقصاً في العديد من المناطق فبين المسحوق المستورد المكلف والذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تأمين الاحتياجات الوطنية وبين المربيين كطرف آخر يساهم في إنتاج الحليب الطازج الشعب اليوم تحتاج إلى تنظيم أكثر ودعم أكبر دعم الدولارة نشاهده واللاحظة بإحصاء الدولارة يدي في مجهودة الإحصاء الأبقار ولكن هذا الإحصاء لا يعنيش كما يقولون باش نقص من نحو المشكل عنا إحصاء الأبقار ولكن ما تريد ما عنديش ديري الإحصاء على الماتريال وكل فلاح أنا نسأله واش عنده واش يخصك ثم اللي يبدو ثم يسمون كما يقولون أنه قائص أنا ما عندي تركتور ما عندي سيتينة حليب كيفش تحبين نخدم وعندي الأبقار وحد أخر ما عنده ويلو عنده قاعد تاويل الدعم بتاع الفلاح وره يروح إنتاج الجزائري من الحليب الطازج يقدر بحوالى للمليارين وخمسمائة مليون لتر سنوياً فيما تتخطى الاحتياجات الأربعة ملايير لتر سنوياً حوالي الثمانمائة مليون توجه للمالبنات وسبعمائة وخمسون مليون توجه للاستهلك العائلي فقط فيما تقدر كمية الحليب المنتج من كافة الأصناف بقرابة الثلاثة ملايين لتر سنوياً تنظيم هذه الشعبة حسب المربين لن تكون إلا بإعادة نظرف الدعم ولمن يوجه خاصة وأن المتعقدين مع الدوان المهن للحليب يساهمون بشكل كبير في أنتاج هذه المادة أما تخفف ميزانية استرادة البودرة فهذا يستدعي مرافقة أكبر لهذه الشعبة والتي تشكل عصباً لابد من دعمه إذا أردنا تحقيق الاكتفاء الذاتي بالحليب أنا عام عندي اتفاقية ننتجه في النهار حوالي مئتين مئتين وعشرين مئة وثمانين على حسب العين الوقت وعلى حسب الماكلة ندير حوالي ستالف حتى سمس سبعة لفليتر شهرياً أنا لو كانت دولي تعاوني ندير حتى مئة تالف الجزائر التي تحتاج قرابة مليوني بقار حلوب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخلص من البودرة المستوردة تبدأ اليوم ولا خطواتها بتنظيم شكلي للشعب فانتظاراً تقدم إجراءة عملية تعطي لتربية الأبقار الحلوب مستقبلاً يحقق الاكتفاء الذاتي بالحليب ومشتقاته